اهلا وسهلا فيكن اصدقائي بعالم الكروشي مع سلام اليوم رح نشتغل دمية جميلة جدا عبارة عن دبدوب او دبدوبة بفستان زهر الاشياء الادوات اللي لازمتني رح استخدم انا خيط اليزا كوتون كولد استخدم لون البيج للجسد لون الكريم او السكر سكري لعمل الفم والفستان هو شيء اختياري طبعا لون الفستان انا رح استخدم لون الفوشيا هاي الالوان الثلاثة اللي انا حستعمله الخيط اللي انا رح استعمله اليزا كوتون كولد الابرة اللي رح استعمله هي مقاس ثلاثة ونص ميلي هاد الخيط بنعصبه كتير هي الابرة سهل الشغل بهاي الابرة في حال استخدمته خيط ادخن من هاد الخيط مثلا اليزا بيبي بيست كتير جميل بس بستخدمه ابرة اكبر من هاي مقاس اكبر مثل الاربع ميلي طبعا رح احتاج كمان لدبوس للعلام او اي شيء انا بستخدمه من اجل العلام ممكن دبوس علام ممكن استخدم خيط ممكن حتى حبسة شعر او اه شكالت ورق اي شيء يعلملي الغرزة اللي اخر غرزة انا بشتغله في كل دور اه كمان انا بحتاج بالتأكيد للحشو انا بستخدم حشوة فايبر اه بستخدم هادا النوع الحبيبات طبعا فيكن تستخدموا اي نوع متوفر عندكن او اي نوع انتو بتفضلو انا بفضل هادا النوع فهو اه بيعطي شكل جميل وما بيحسس الاطفال امن جدا مع الاطفال ما بيعمل حساسية ما بيعمل اي ازعاج بالنسبة للعيون فيكن تستخدموا العيون السابتة العيون الامنة اللي بتكون جاهزة وفيكن كمان تخيطوا العين على بالخيطان طرزوا العيون تطريز او ركب زر اسود مكان العينتين هاد الامر بيرجع لالكن وحسب بالمواد المتوفرة عندكن قبل ما نبتدي بالشغل بتمنى اللي ما اشترك بالقناة يشترك فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد ومميز من قناتنا لا تنسوا لا تنسوا ابدا تضغطوا لي لايك ويلا نبتدي بخطوات العمل بداية لعمل الرأس طبعا انا بستخدم خيط اليزا كوتوم كولد بيستخدم الجسم بلون البيج والقبرة مقاص ثلاثة ونصف ميلي لعمل الرأس رح تدي بحلقة سحرية بعمل الخيط على شكل دائرة بهذا الشكل بسبته باصبعتي ومن داخل الدائرة بسحب الخيط اول مرة وثاني مرة الحلقة صارت جاهزة انه اشتغل فيها الدور الاول الدور الاول بدي اشتغل من داخل الحلقة ست غرزات حشو هاي الغرزة الاولى برجع الغرزة التانية هاي الثالثة الغرزة الرابعة الخامسة هاي الغرزة السادسة ست غرزات حشو داخل الدائرة حط علامتي على اخر غرزة اشتغلتها الغرزة السادسة فيني استخدم دبوس علام فيني استخدم خيط خيط بلون مختلف المهم انه انا هاي الغرزة بدي اعرفها وما اضيع بمسك الخيط القصير من الدائرة السحرية وبيسحبه حتى سكر الدائرة بهذا الشكل ما بدي فراغات في الوسط هون ما بدي فراغ بدي اياها تكون مسكرة انتهى الدور الاول هلestra الاسبت بالدور التانى الدور الاول لانتهىiber 6 غرزات الدور التانى بدي اشتغل في كل غرزة من هالغرزات الستة تزايد يعنيię فى كل غرزة رح اشتغل فيها غرستين هي الغرزة الاولى رح اشتغل في داخلها غرستين هاي سحبت اول غرزة وبرجع من نفسه تمام بسحب تاني غرزة الغرزة التانية كمان بسحب فيها غرستين هاي الاولى وهي التانية الثالثة كمان غرستين هاي واحد وهي اتنين اللي بعدها كمان غرستين هاي واحد والتنين وصلت الغرزة الخامسة كمان غرزة والتنين وصلت هلأ الغرزة الاخيرة اللي فيها العلامة راح كمان نشتغل فيها غرستين هاي غرزة وهي تاني غرزة وبنقل العلامة لاخر غرزة انا اشتغلتها انتهت دور الثاني بـ 12 غرزة وصلنا الدور الثالث الدور الثالث الغرزة الاولى راح تكون غرزة حشو الغرزة التانية تزايد يعني الاولى فيها غرزة واحدة الثانية فيها غرستين ونكمل نفس الشكل للاخير غرزة الاولى غرزة واحدة التانية غرستين هاي واحد هاي اتنين نرجع اللي بعدها غرزة واللي بعدها غرستين هاي واحد واثنين وبعيد بنفس الطريقة حتى اصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها غرستين هاي الدور بينتهي بـ 18 غرزة في الدور الرابع الدور الرابع بدي اشتغل غرستين حشو غرزة تزايد غرزة الاولى فيها غرزة والتانية غرزة التالتة فيها غرستين وبرجع بعيد بنفس الشكل حتى اصل لالاخير غرزة الاولى غرزة واحدة الثانية غرزة واحدة اللي بعدها غرستين هاي واحد بنرجع من نفسها بناخذ الغرزة التانية هاي اتنين برجع بكرر كمان غرزة حشو غرزة حشو غرزتين هذا الدور بينتهي بـ 24 غرزة بدي يكرر 2 حشو 1 تزايد حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد أنهيت الدور ونقلت العلامة لآخر غرزة الدور اللي بعده الدور اللي بعده بدي يشتغل 3 حشو 1 تزايد يعني الغرزة الأولى 1 الغرزة الثانية 1 الغرزة الثالثة 1 بعده غرزتين حشو الغرزة الأولى غرزة 1 الثانية غرزة 1 الثالثة غرزة ارجع بعض اشتغل فيها غرزتين 1 و 2 برجع بعيد 3 حشو 1 تزايد هذا الدور بينتهي بـ 30 غرزة اتنين هاي الثالثة وصلت الغرزة الرابعة بدي يشتغل فيها تزايد هاي واحد وهي اتنين وبكرر نفس الشي 3 حشو 1 تزايد حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد في هذا الدور بدي يشتغل 4 حشو 1 تزايد يعني الغرزة الأولى فيها غرزة تانية غرزة تالتة غرزة الرابعة غرزة الخامسة غرزتين وبكرر نفس الشي غرزة الأولى واحد 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 الثالثة واحد الرابعة واحد وصلت الغرزة الخامسة اللي اشتغل فيها تنتين هاي الأولى وبرجع من نفس المكان باخد الثانية هاي التنتين وبرجع بكرر 4 حشو غرزة تزايد حتى أصل لغرزة العلامة هذا الدور بينتهي بستة وثلاثين غرزة واحد نين ثلاثة أربعة وصلت الغرزة الخامسة اللي بدي يشتغل فيها غرزتين هاي غرزة وهي التانية وهاك بكرر حتى أصل لغرزة العلامة في هذا الدور بدي يشتغل 5 حشو وبعد تزايد الأولى غرزة، الثانية غرزة، الثالثة غرزة، الرابعة غرزة، الخامسة غرزة، السادسة غرزتين رح يكونوا الأولى غرزة، الثانية غرزة، الثالثة غرزة، الرابعة غرزة، الخامسة غرزة وصلت السادسة بدي اشتغل فيها تنتين واحد واثنين يعني تزايد بكمل بنفس الشكل خمس غرزات حشو غرزة تزايد حتى اصل لغرزة العلامة اللي المفروض يكون فيها تزايد هذا الدور بينتهي بـ 42 غرزة انهيت الدور ونقلت العلامة لآخر غرزة أنا اشتغلتها وصلت الدور اللي بعده الدور اللي بعده ست غرزات حشو غرزة تزايد يعني الغرزة الاولى غرزة تانية غرزة تالتة غرزة رابعة غرزة خمسة غرزة السادسة غرزة السابعة غرزتين طبعا ببتدي دائما من الغرزة الاولى ما هي الغرزة هون هي اخر غرزة انا اشتغلتها بيشتغل بالغرزة اللي بعدها تمام هون بتكون اول غرزة تحشو إلي هذا الدور بينتهي بـ 48 غرزة الغرزة الاولى غرزة الثانية غرزة الثالثة غرزة الرابعة غرزة الخامسة غرزة السادسة غرزة وصلت السابعة تشتغل فيها تنتين هاي واحد وهرجع من نفس الغرزة تمام بدخل بالتانية بعمل التانية هاي الغرزة التانية وبكرر نفس الشيء ستة حشو غرزة تزايد في السابعة حتى أصل لغرزة العلامة اللي المفروض يكون فيها تزايد قلنا هاد الدور بنتهي بـ 48 غرزة في هاد الدور بدي اشتغل سبع غرزات حشو وتزايد في التامنة سبع غرزات حشو وتزايد في التامنة الغرزة الأولى فيها واحد الثانية فيها واحد ثالثة واحد الرابعة واحد خامسة واحد السادسة واحد السابعة واحد وصلت لغرزة الثامنة بدي اشتغل فيها اتنين واحد واتنين كرر نفس العملية حتى أصل لغرزة العلامة اللي المفروض يكون فيها تزايد سبع غرزات حشو والتامنة فيها تزايد هذا الدور بنتهي بـ 54 غرزة بنتهي معي بـ 54 غرزة بشتغلون ونرجع بنحكي عن الدور اللي بعده الدور التالي بدي اشتغل 8 غرزات حشو تزايد في التاسعة يعني لغرزة الأولى واحد الغرزة الثانية واحد الثالثة واحد الرابعة واحد الخمسة واحد السادسة واحد السبعة واحد الثامنة واحد التاسعة غرزتين حشو وهيك تكرر حتى أصل لغرزة العلامة الغرزة الأولى غرزة الثانية غرزة الثالثة غرزة الرابعة غرزة الخامسة غرزة السادسة غرزة السابعة غرزة وصلنا الغرزة الثامنة هلأ التاسعة فيها غرزتين واحد برجع من نفس المكان باخد الغرزة الثانية اثنين هاي غرزة تزايد وبرجع بكرر نفس الشي 8 غرزات حشو غرزة تزايد هذا الدور بنتهي ب60 غرزة بكرر 8 غرزات حشو في التاسعة بيكون غرزتين يعني في التاسعة بيكون في عندي تزايد حتى اصل لغرزة العلامة اللي مفروض يكون فيها تزايد هذا الدور بنتهي ب60 غرزة في الدور التالي رح اشتغل 9 غرزات حشو غرزة تزايد يعني في الغرزة الاولى غرزة واحدة الثانية غرزة واحدة الثالثة غرزة واحدة الرابعة غرزة واحدة الخامسة غرزة واحدة السادسة غرزة واحدة السابعة غرزة واحدة الثامنة غرزة واحدة التاسعة غرزة واحدة العاشرة تزايد يعني غرزتين بتشتغل فيها غرزتين حشو الأولى غرزة تانية غرزة تالت غرزة ربعة غرزة خمسة غرزة ست غرزة سبعة غرزة تامنة غرزة تاسع غرزة وصلت الغرزة لعشرة بديشتغل فيها تنتين هاي أول غرزة هاي التانية وبرجع بكرر نفس الشي تسع غرزات حشو غرزة تزايد تسع غرزات حشو غرزة تزايد حتى أصل لغرزة العلامة اللي المفروض يكون فيها تزايد تكون فيها غرزتين هذا الدور بينتهي بستة وستين غرزة هذا الدور اللي هو الدور الإدعج بديهي بستة وستين غرزة بشتغله وبرجع لكم بعد ما أنهيت هذا الدور ونقلت العلامة لآخر غرزة أنا اشتغلتها وصلت للأدوار السابتة الأدوار السابتة فيها في كل غرزة غرزة حشو وحدة في كل غرزة غرزة ما في عندي تزايد أبدا وأنا ما بشتغل غرزة 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 لحتى أصل لغرزة العلامة بيكون اشتغلت دور كم دور بدي أشتغل؟ أنا بدي أشتغل دور اتناش تلتاش اربطاش خمستاش ستاش سبتاش تمنتاش تسطاش عشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين عندي ادعش دور بدي أشتغلن واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ادعش ادعش دور السابت بدي أشتغلن كل ما اشتغلت أنا غرزة غرزة حتى وصلت لغرزة العلامة أنا بحط إشارة أنه أنا أنهيت الدور لـ 12 برجع بشتغل بعده بنهي الدور 13 وهيك حتى خلص الـ 11 دور اللي أنا بدي أشتغلن مثل ما قلنا هي أدوار سابتة في كل غرزة فيها غرزة حشو وحدة ما في عندي تزايد اشتغلوا وبرجع لكم بعد ما أنهيت أدوار التناقص كاملة الأدوار مثل ما حددناها أنهيت 11 دور كاملة أنا بدي أتأكد أنه فعلا أنا أعدادي صحيحة فأنا بدي أعد الأدوار اللي أنا اشتغلت لما بعد الأدوار بيكون بيشتغل بالاتجاه هون وبالنهاية الدور منهاد مع بعض هاي أول دائرة هي الدور الأول ثاني ثالث الرابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عشر إداش اتناش تلاتاش أربطاش خمستاش ستتاش سبتاش تمنتاش تستاش عشرين حدو عشرين دين وعشرين دين وعشرين دور بصنا دور التالي التالي الدور التالي بدي اشتغل تسع غرزات حشو غرزة تناقص يعني الاولى غرزة حشو التانية غرزة التالتة غرزة الرابعة غرزة الخامسة غرزة السادسة غرزة السابعة غرزة الثامنة غرزة تاسعة غرزة الغرزتين اللي بعدن رح اخدن بغرزة تناقص نشتغلون مع بعض هاي الغرزة الاولى تانية تالتة رابعة خامسة سادسة سبعة تامنة تاسعة وصلت الى عشرة هون حتى ما يبقى في عندي فراغ نتبهو كتير منيح كيف تكون تناقص سحبت الخيط من الغرزة الاولى بهذا الشكل رجعت سحبت الخيط من الغرزة التانية هلا ما بسحب الخيط بالشكل التقليدي اللي انا بشتغله هيك لا بدي اسحب الخيط بحط الخيط فوق القبرة بهذا الشكل وبسحبه هيك بهذه الطريقة هاي الطريقة ما بتعطيني فراغات برجه بشتغل الغرزات اللي بعده برجه بكرر تسع غرزات حشو غرزة التناقص لاحظوا معي غرزة التناقص كيف طلعت كمّل واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بصلت التناقص سحبت الخيط من اول غرزة رجعت سحبت الخيط من تاني غرزة بهذا الشكل نزلت ابردي تحت الخيط وسحبتها بغرزة التناقص بهذا الشكل برجع بكرر نفس الشكل حتى اصل لغرزة العلامة تسع غرزات حشو بعد غرزة التناقص تسع عرزات حشو هقول غرزة التناقص عن غرزة العلامة المفروض تكون عندي غرزة التناقص الدور الماضي انتهى بستين غرزة وصلنا long termite الدور التالي بدي اشتغل اتمنت غرزات حشو غرزة التناقص الأولى الاولة الثانيETH ثالث غرز port اربعة غرزة الخمسة غرزة السادسة غرزة السابعة غرزة الثامنة غرزة الغرزتين byłابعد هذا يكون غرزة تناقص نشتغلها مع بعض أولى غرزة هاي الثانية غرزة ثالثة الرابعة الخامسة سادسة سابعة ثامنة وصلنا الغرزة التاسعة يلي بدي اشتغل فيها التناقص بسحب الخيط من أول غرزة برجع بسحب الخيط من ثاني غرزة ومن تحت الخيط بسحب بغرزة التناقص بهذا الشكل وبرجع بكرر ثمان غرزات حشو غرزة تناقص حتى اصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تناقص هذا الدور بينتهي بـ 54 غرزة 54 غرزة بشتغلون وبرجع لكم الدور التالي بدي اشتغل سبع غرزات حشو غرزة تناقص سبعة حشو غرزة تناقص الأولى غرزة الثانية غرزة ثالثة غرزة الرابعة غرزة الخامسة غرزة السادسة غرزة وصلت السابعة بعد السابعة بدي اشتغل التناقص بسحب الخيط من أول غرزة وبرجع بسحب الخيط من ثاني غرزة تمام؟ ومن تحت الخيط بسحبه الثلاث خيطان مع بعض بغرزة التناقص بهذا الشكل وبرجع بكمل كمان نفس الحال برجع بكرره سبع غرزات حشو غرزة تناقص حتى أصل لغرزة العلامة هذا الدور بينتهي بـ 48 غرزة رح اشتغلهم وأرجع لكم انهيت الدور وصلت الدور التالي الدور التالي بدي اشتغل ست غرزات حشو غرزة تناقص الغرزة الأولى فيها حشو الثانية غرزة حشو الثالثة غرزة حشو الرابعة غرزة الخامسة غرزة السادسة غرزة بعدها بدي اشتغل غرزة التناقص سحبت الخيط من أول غرزة ورجعت سحبت الخيط من ثاني غرزة بهذا الشكل خيط تحت الأبرة تحت الخيط سحبتك بغرزة تناقص برجع بكرر ست غرزات حشو غرزة تناقص حتى أصل لغرزة العلامة هذا الدور بينتهي بـ 42 غرزة في هذا الدور بدي اشتغل خمس غرزات حشو بعد غرزة تناقص في الغرزة الأولى بيشتغل فيها غرزة حشو الثانية غرزة حشو الثالثة غرزة حشو الرابعة غرزة والخامسة غرزة وصلت للغرزة السادسة اللي بدي تكون تناقص بسحب الخيط من أول غرزة برجع بسحب الخيط من ثاني غرزة من تحت الخيط بسحب بغرزة بسحب الخيطان بغرزة تناقص بهذا الشكل وبرجع بكمل خمس غرزات حشو غرزة تناقص حتى أصل لغرزة العلامة هذا الدور بينتهي بستة وثلاثين غرزة لاحظوا كيف الشغل بلش يلم معي بهذا الشكل في هذا الدور بدي اشتغل أربع غرزات حشو غرزة تناقص أربع غرزات حشو غرزة تناقص أولى غرزة حشو ثانية غرزة حشو ثالثة غرزة حشو الرابع غرزة وصلت التناقص سحبت الخيط من أول غرزة برجعت سحبت الخيط من ثاني غرزة بهذا الشكل الخيط من تحت الأبرة سحبتها بغرزة تناقص برجع بعيد أربع غرزات غرزة تناقص هذا الدور بدي ينتهي بثلاثين غرزة لما بعد الغرزات وقت يخلص الدور و بعد الغرزات بيطلعوا معي ثلاثين غرزة رحكمل الدور وبرجع لكم في هذا الدور بدي اشتغل ثلاث غرزات حشو غرزة تناقص الغرزة الأولى فيها غرزة حشو الثانية فيها غرزة حشو الثالثة غرزة حشو بصلت بغرزة التناقص بسحب الخيط من اول غرزة برجع بسحب الخيط من تاني غرزة ومن تحت الخيط بسحبهم بغرزة تناقص بهذا الشكل برجع بكرر ثلاث غرزة حشو غرزة تناقص حتى اصل لغرزة العلامة هذا الدور بينتهي بـ 24 غرزة 24 غرزة بخلص وبرجع لكم في هاي المرحلة بعد ما وصلت لهذا الدور انا بدي احشي الراس راس الدمية قبل ما احشي انا ممكن اركب العيون اذا كنت بدي استخدم هذا النوع من العيون السابته فانا ممكن اركبهم بهي المرحلة التركيب بيكون عند الدور 17 عند الدور 17 اذا بدأنا العد من هون هذا الدور الاول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عشر ايدعش هون عند الدور اليدعش بيكون تركيب العين يعني انا بركبهم هون مثلا اذا كان بدي استخدم هاد النوع من العيون ويكون تركيب العينتين والتباعد بيناتهم 8 غرزات يعني انا حطيت العين بهاي فبترك 1 2 3 4 5 6 7 8 حط بالتاسع العين التانية بتكون بالتاسع هذا الشكل هيا منقول في حال انا كانت عندي رغبة انه ركب العيون انا ما في فضل ركب العينتين يعني ما في فضل انه سبتهم اثناء الشغل احيانا عند التركيب ممكن تختلف عندي الملامح بس هاي المرحلة انا اكيد انه لازم احشيها لازم احشي الرجاس قبل ما يضيء عندي الشغل وصير الحشو اصعب توزيع الحشوة كتير 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 مهم طريقة توزيع الحشوة لما انكم لاحظين كيف عم بعمل انا عم بوزعها على الاطراف ما بحشي بلداخله بس لا بدي وزع الاطراف حتى تاخد شكل الكرة والقطعة بدي اعطيها كفايتة من الحشوة فيه دمية لطفل هذا الطفل بده يلعف فيها بده يحركها بده يضغط عليها ممكن احتاج احطها للغسيل او انه اخسله على ايدي فهي مفروض تم محافظة على شكله فاذا كانت حشو تقليلي رح يتغير الشكل تغيير الشكل تغيير الحشو زيادته او نقصه بيعطي شكل مختلف للدمية بابنسة تعباية الاطراف اللي هون انا لق هيك عبيت الوسط هاي الاطراف اللي هون كمان بدها تعباية حتى تعطي شكل الراس مكور من هاي الجهة تمام رح اكمل الشغل اشتغل الدور التالي الدور التالي رح اشتغل غرستين حشو غرزة تناقص الاولى غرزة حشو الثانية غرزة حشو اللي بعدها تناقص سحبت الخيط من اول غرزة ورجعت سحبت الخيط من تاني غرزة من تحت الخيط اسحبهم بغرزة تناقص بهذا الشكل وبرجع بكمل غرستين حشو غرزة تناقص حتى اصل لغرزة العلامة هذا الدور بينتهي بـ 18 غرزة باشتغلون برجع لكم الدور التالي بدي اشتغل غرزة حشو غرزة تناقص هذا الدور الاخير بالرأس غرزة حشو غرزة تناقص غرزة حشو غرزة تناقص حتى اصل لغرزة العلامة هذا الدور بينتهي بـ 12 غرزة هاي غرزة الحشو بعدها سحبا بغرزة تناقص خيط من فوق العبرة بسحب غرزة تناقص برجع بكمل غرزة حشو بعدها غرزة تناقص هيك حتى انهي الدور اصل لغرزة العلامة هاد الدور بينتهي بـ 12 غرزة نهاية هاد الدور بـ 12 غرزة انهيت اخر دور هلا بدي اختم بمنزلقة هاي اخر خط سحبت الخيط هاد الشكل رجعت مرأته من الخيط اللي عندي هلا رح اقطع ما في داعي اترك خيط طويل كتير لاني هذا ما رح تستخدمه أنا بالتسبيت تمام رجع بمرأه مرة تانية بشوف اذا انا هون في عندي فراغ لاحظوا هاي مناطق هون في عندي فراغ انا بدي اكمل الحشوة فيها وهذا الخيط رح جمعه ودخله بالداخل هذا الشكل هيك راس الدمية عندي هون الاساس لراس الدمية صار جاهز متل مشايفين معي رح نبتدي نشتغل بقى اجزاء بالراس لعمل الاذن تبعه الدبدوب ببتدي بحلقة سحرية بعمل الخيط ع شكل دائرة بهذا الشكل ومن داخل هاي الدائرة بسحب الخيط هاي سحبت الخيط اول مرة وجهت سحبته تاني مرة بهذا الشكل الحلقة السحرية عندي صارت جاهزة لاشتغل فيها الدور الاول الدور الاول عبارة عن 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية من داخل الدائرة بسحب الغرزة الاولى برجع الغرزة الثانية الغرزة الثالثة بالرابعة الخامسة هاي الغرزة السادسة 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية بحط انا علامة على اخر غرزة اشتغلت هي الغرزة السادسة وبمسك طرف الخيط من الدائرة السحرية بسحبه حتى سكر هاي الدائرة تمام انا هون بالوسط ما بدي فراغات انتهى الدور الاول الدور الثاني بدي اشتغل فيه هال 6 غرزات اللي اشتغلتها في الدور الاول 6 غرزات تزايد يعني في كل غرزة بدي اشتغل فيها غرستين هاي الغرزة الاولى رح اشتغل من داخلها غرستين حشو سحبت سحبت الغرزة الاولى برجع كمان من داخل الغرزة الاولى برجع بسحب تاني غرزة اشتغلت غرستين الغرزة التانية كمان بيشتغل فيها تنتين هاي واحد هاي اثنين الغرزة الثالثة كمان واحد واتنين الرابعة واحد واتنين وصلت الخامسة كمان واحد واتنين هاي الغرزة السادسة اللي فيها العلامة هشو العلامة واشتغل فيها كمان غرستين هاي واحد واتنين لقلت العلامة لاخر غرزة انا اشتغلتها انتهى الدورة التانية ب12 غرزة الدورة التالت بدي اشتغل فيه غرزة حشو غرزة تزايد يعني غرزة الغرزة الاولى بدي اشتغل فيها غرزة واحدة بس الغرزة التانية بدي اشتغل فيها غرزتين الغرزة الاولى غرزة واحدة الثانية غرستين واحد واثنين برجة غرزة واحد غرستين واحد واثنين وهيك بكمل حتى أصل لغرزة العلامة هذا الدور بيكون فيه 18 غرزة بينتهي ب18 غرزة أنهيت الدور ونقلت العلامة لآخر غرزة أنا اشتغلتها الدور الرابع بدي اشتغل غرستين حشو غرزة تزايد يعني غرزة حشو في الأولى غرزة حشو في الثانية غرزتين حشو في الثالثة غرزة حشو في الأولى وغرزة حشو في الثانية وصلت الغرزة الثالثة بدي اشتغل فيها تزايد اللي هي أول غرزة وبرجة بعيد ثاني غرزة بعيد بنفس الطريقة غرزتين حشو غرزة تزايد حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها غرزة تزايد هذا الدور بينتهي بـ 24 غرزة لما بخلص الدور وبعد الغرزات مفروض يكونوا 24 غرزة بخلصهم وبرجع لكم بعد ما أنهيت هذا الدور الدورين التاليات بدي يشتغلون أدوار ثابتة يعني في كل غرزة غرزة حشو وحدة ما في عندي تزايد بشتغل غرزة غرزة حتى أصل لغرزة العلامة برجع عيد دور تاني حتى يكونوا يصيروا دورين دورين ثابتات ما فيهم تزايد وإذا لاحظت بعدها أنه الإدن جسة حجمة صغير ممكن أزيدهم بدور ثالث سابت هذا الأمر بيرجع لقياس عندكم بخلصهم وبرجع لكم أنا بدل ما أشتغل دورين ثابتات اشتغلت ثلاث أدوار خلصتهم هلأ بدي أختم بمنزلقة الغرزة تالية بسحب من الخيط من الغرزة بسحبه من الخيط اللي بالقبرة بهذا الشكل رح أقطع بس رح أترك مجال شوية طويل اللي بدي استخدمه بالتسبيت استخدمه بالخياط سحبه مرة ثانية بهذا الشكل هذا الخيط طبعا دائرة سحرية هون ما بيلزم طويل كتير رح أصر منه الأدن بهذا الشكل لو جبت الرجاس فهي رح تركب بهاي طريقة رح تخيط بهاي الطريقة تكون بشوي مائلة في قسمة في جزء التركيب والتجميع رح نحكي كيف رح نركبه طبعا أنا بحتاج لقطعتين من هاي لعمل فم الدبدوب أنا رح استعمل خيط سكري اعتبار دوميتي لونه بيج فالسكري مناسب لإله رح أعمل حلقة سحرية من داخل الحلقة بسحب الخيط أول مرة وتاني مرة تمام؟ بهذا الشكل من داخل الحلقة بدي اشتغل ست غرزات حشو هاي هي الدور الأول غرزة الأولى الثانية ثالثة الرابعة الخامسة هاي الغرزة السادسة ست غرزات حشو داخل الدائرة السحرية رح أحط علامة على آخر غرزة أنا اشتغلتها واسحب الخيط الأصير تبع الدائرة حتى سكر هاي الدائرة ما بدي يترك فراغاتهم في الوسط أبدا بهذا الشكل انتهى الدور الأول بست غرزات الدور الثاني في الدور الثاني بدي اشتغل في كل غرزة من هاي الغرزات الستة غرزة تزايد يعني في كل غرزة بيشتغل فيها غرزتين هاي الغرزة الأولى رح أشتغل فيها أول غرزة برجع بشتغل ثاني غرزة الغرزة الثانية نفس الشي كمان واحد واثنين الغرزة الثالثة واحد واثنين الغرزة الرابعة واحد واثنين الخامسة هاي واحد واثنين وصلت الغرزة السادسة رح شيل العلامة واشتغل فيها كمان غرزتين هاي واحد واثنين انهيت الدور الثاني بـ 12 غرزة الدور الثالث الدور الثالث رح اشتغل فيه غرزة حشو غرزة تزايد غرزة حشو غرزة تجزايد حتى نهاية الدور الغرزة الأولى غرزة حشو واحدة الثانية هشتغل فيها غرزتين هاي واحد هاي واحد هاي اثنين برجع اللي بعدها غرزة حشو بعدها غرزتين هاي واحد هاي اثنين هيك حتى بصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد هذا الدور بينتهي بـ 18 غرزة بشتغلون وبرجع لكم نهاية الدور بـ 18 غرزة وصلت الدور الرابع الدور الرابع عبارة عن غرزتين حشو غرزة تزايد الأولى غرزة حشو الثانية غرزة حشو الثالثة غرزتين هاي واحد هاي اثنين برجع بكرر الأولى غرزة الثانية غرزة الثالثة غرزتين هذا الدور بينتهي بـ 24 غرزة برجع بكرر غرزتين حشو غرزة تزايد حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد أنهيت الدور ونقلت العلامة لآخر غرزة وصلت الدور الخامس الدور الخامس ثلاثة غرزات حشو غرزة تزايد في الأولى غرزة حشو الثانية غرزة حشو الثالثة غرزة حشو الرابعة فيها تزايد يعني فيها غرزتين حشو فيها اول غرزة هاي تاني غرزة غرزتين حشو برج عبعيد ثلاث غرزات حشو غرزة تزايد حتى اصل لغرزة العلامة هذا الدور بينتهي بالثلاثين غرزة الدور الخامس انتهى بالثلاثين غرزة وصلنا الدور الاخير من الفم في الدور الاخير بدي اشتغل 22 غرزة حشو في البداية 22 غرزة اشتغلهم مع بعض واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اي داش ناش تلاتاش اربعطاش خمستاش ستة سبعة تمنتاش تسطعش تسطعش هاي عشرين واحد وعشرين واتنين وعشرين اتنين وعشرين غرزة حشو بقي عنا هون تمان غرزات هاي الغرزات نشتغل فيها نص عمود بلف بلف على الابرة بهذا الشكل وبدخل بسحب الخيط صار عندي ثلاث خيطان على الابرة بسحبهم مع بعض بغرزة واحدة نص عمود برجة هاي اول غرزة هاي الثانية تالتة بلفع الابرة بسحب الخيط من داخل الغرزة صار عندي ثلاثة بتسحبهم مع بعض بغرزة واحدة هيك حتى نهاية الدور هاي الغرزة الاخيرة رح اسحبها واشتغل مكانها غرزة نص عمود اللي بعدها رح اعمل منزلقة او غرزة حشو بعدها منزلقة صحبت الخيط مررت من الخيط هون انتهى رح اترك مجال من الخيط للتسبيت لاستخدمه بالتسبيت واقفل الشغل بهذا الشكل هذا الطرف يلي فيه هون النص عمود هذا التقوص هون هو اللي رح يكون القسم العيوي يكون بهذا الشكل للدمية طبعا هلا ما بيعطي شكله قبل ما نطرزه ونكمل شغله تقريبا بهذا الشكل رح تعطيه منشوف طريق التسبيت في جزء تسبيت وتجميع الاجزاء لتسبيت